معهد بحسن الهندسية والطاقة الجديدة يضم أربع أقسام أحد هذه الأقسام هو قسم الطاقة الشمسية اللي احنا موجودين في أرض التجارب الخاصة بهذا القسم حاليا قسم الطاقة الشمسية هو من أقدم أقسام المعهد ومجالات العمل فيه متنوعة ما بين تطبيقات حرارية للطاقة الشمسية وتطبيقات كهربية القسم هنا اشترك في مشروعات بحسية كتير أهم هذه المشروعات البحسية أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون يورو وكانت خاصة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية هذه المحطة إنشأت في مدينة بورج العرب بمدينة الأبحاث العلمية أنا كنت أحد الباحثين المشتركين في هذه المشروع المحطة دي هي عبارة عن محطة لتوليد طاقة كهربية بقدرة 1 ميجاواط طاقة حرارية 5 ميجاواط أيضا المحطة بتقوم بتحليط مياه البحر أو المياه الملحة بسعة 200 متر مكعب في اليوم وهي محطة تجريبية اشترك معنا فيها عدد من الباحثين من إيطاليا ومن فرنسا وألمانيا وتم افتتاح المحطة منذ حوالي خمس سنوات تقريبا وحاليا المحطة موجودة في بورج العرب وفي عدد من المهندسين والباحثين بيقوموا على تشغيل هذه المحطة والتعامل معها وهي تابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوج في مشروع تاني برضو كان ممول من الاتحاد الأوروبي وهو موجود في مدينة بيلبيس برضو محطة لتركيز شمسية ولكنها محطة أصغر شوية القدرة الحرارية بتاعتها حوالي 140 كيلو وات سيرمل وتستخدم هذه المحطة في توليد الكهرباء وأيضا في تكييف الهواء وهي بتخدم مركز طبي مجاور لذي المحطة موجود في أحد المزارع شركات أو جمعيات الخاصة بمدينة بيلبيس طبعا هي الطاقة الشمسية معروفة من قديم الأزل واستخدمها الإنسان من القدم في إدارة حياته الطاقة الشمسية ببساطة شديدة جدا هو أنك بتستخدم الإشعاع الشمسي اللي جاي من الشمس في تطبيقات الحياة اليومية التطبيقات المتعددة طبعا عندنا فيه هنا تطبيقات للطاقة الحرارية الشمسية زي مثلا المنتجات الزراعية وحيتكلم عنها أحد دكاترة الزملاء أيضا بنستخدمها في تسخين المية بنستخدمها في تحليط مياه البحر وتستخدم الطاقة الشمسية فيه أيضا في الطهي أو الطبخ عن طريق الكوكرس وموجود عندنا هنا نماذج من السولار كوكرس فيه تطبيقات أخرى كهربية زي توليد القهربة ودي بيبقى يا إما محطات صغيرة الحجم أو محطات كبيرة الحجم زي اللي موجودة في بنبان محطات صغيرة الحجم دي بتبقى موجودة في الأسطح أو على مساحات صغيرة بتولد كهرباء يا إما بوصل هذه الكهرباء أو الطاقة الكهربية المولدة يا إما بوصلها بالشبكة بغزي بيها الشبكة القومية يا إما بوصلها بالأحمال على طول مباشرة عندي مثل لو انا عندي على سبيل المثال مشروع صغير ورشة صغيرة بيت فيلا ايا كان هذا الحمل الكهربائي بقدر اغذيه بخلايا شمسية محطات او وحدات صغيرة الحرب اذا بلاقي ان الطاقة الشمسية بتقدر تغذي او بتقدر تشغل طبقات كتيرة في حياتنا اليومية سواء كانت هذه الطبيقات حرارية او تطبيقات كهربائية طبعا محطات المركزات الشمسية الكبيرة واللي موجود منها دلوقتي حاليا زي محطة الكريمات او محطة الموجودة في برج العرب دي محطات الغرض منها توليد الكهرباء وربطها بالشبكة فايدة المحطات دي انها بتوفر في الوقود التقليدي سواء كان فحم او غاز طبيعي او بترول لانها بتعتمد في توليد البخار على الطاقة الحرارية المركزة وتحولها الى طاقة او الى بخار طبعا البخار ده بيخش او بيدخل فيه التربينات وبيدورها بيولد الطاقة الكهربية اللي بربطها اذا كنت بربطها بالشبكة او باستخدامها استخدام مباشر المحطات اللي موجودة اللي هي يعني حجمها معقول هي اكبر او اكبر محطة الطاقة الشمسية في مصر هي محطة الكريمات ويتتبع له هيئة الطاقة ديدة والمتجددة ودي بتولد طاقة كهربية مقدارها عشرين كيلو واط وموجودة طبعا في مدينة الكريمات المحطة دي انشأت من حوالي اكتر من اثناشر سنة تعريبا المحطة التانية زي ما قلت لحضرتك المحطة اللي موجودة في مدينة بورج العرب ودي محطة بحسية صغيرة او كدرتها واحد ميجا واط كهرباء اما المحطات الاخرى زي محطة الموجودة في بلبيس فدي محطة بحسية برضو اصغر في الحجم ولها استخدامات زي تبريد الهوى او تكييف المباني وتوليد الكهرباء ولكن بكفاءة قل شوية من المحطات التربينية او المحطات البخارية اللي بتعتمد على توليد البخار هذه المحطات اغلبها او محطات التركيز الشمسي اغلبها احنا طبعا جايبينها من الخارج من شركات عالمية سبقتنا في هذا المجال وصناعت هذه المركزات الشمسية باحجام كبيرة ولكن احنا هنا في المركز القومي البحوث ومن خلال مشروع التحالف قومي لتصنيع المركزات الشمسية قدرنا نعمل نموذج صغير من المركزات الشمسية موجودة هنا لو حضراتكم ممكن تصوروه النموذج ده احنا قمنا بتصنيعه بالنسبة المكون المحلي فيه بيصل من 90% ل95% اشترك معنا في مدينة البحاث العلمية في برج العرب والمركز القومي البحوث ومعنا جهات بحسية اخرى زي جامعة القاهرة كلية الهندسة جمعا ومع بحوث الفلزات كل دول كانوا معنا في هذا المشروع وقدرنا ان احنا نصنع المركز الشمسي صغير الحجم بنسبة مكون محلي بيصل الى 95% هو القسم هنا بيركز على تطبيقات الطاقة الشمسية كتسكين الهوى في حاجات حرارية وفي حاجات مش حرارية الحرارية فيها تسكين الهوى وتسكين المية وتطبيقات تانية زي تحليط المية وحاجات زي كده اهم تطبيقات الطاقة الشمسية في تسكين المية هي تسكين المية اللي بيمثل في تسكين السخان الشمسي اللي هو بيستخدمه في كل البيوت وفي كل مكان تطبيق ده موجود حتى كمان في المناصر الجديدة عندنا بيستخدمه السخان الشمسي السخان الشمسي ده افسد تطبيق للنصية وتكفيف الهوى وتكفيف المنتجات الزراعية برضو بيستخدم مجفف شمسي المجفف شمسي ده برضو بسيط جدا في مكوناته ونسبة تصنيعه تقريبا حوالي 100% في المنتجات بتاعته بيقدر يجفف في المنتجات الزراعية بنسبة كويسة جدا جدا ونقدر نحصل على حاجة بعيدة عن التلوث بالحاجات الصناعية لو بجففها بطريقة صناعية يعني طبعا هو مجال التحليط المية مجال واسع جدا وموجود في بعض المناطق الكبيرة او اللي هي على السواحل انه بيستخدم تطاقة شمسية في تحليط المية زي الجزء اللي هناك دوات عندنا فيه فيه الناس متخصصين عندنا متخصصين في تحليط المية بيدرسوا موضوع ازاي قدر استفيد من تطاقة شمسية في تحليط أكبر كمية مية عندنا هنا هنا فيه واحدة راي بالطاقة الشمسية موجودة هناك صناعت بالنسبة إلى 2% عندنا في المركز كون البحوث والجزء ده بيستخدم فيه الري بالطاقة الشمسية في أي مكان مفهوش مية او مفهوش طاقة بقدر استخدمه في الري في الأماكن دي وبقدر استفيد كمان باني بقدر اولد طاقة بي يعني فيه تاني برضو عندي من أهم تطبيقات الطاقة الشمسية عندي بقدر في حمامات السباحة بقدر سخم مية في حمامات السباحة دي موجود برضو في الكرة السياحية بقدر استخدم السخنات الشمسية في تسخين المية بعد حمامات السباحة بقدر اوفر طاقة كبيرة جدا منها برضو بقدر اوفر طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية مركز المحوظ بيشرف على بعض المشاريع اللي هو بيشتغل فيها كاستشاري عندنا هنا كاستشاري طاقة شمسية بيجيله مشاريع بيقدر يشرف عليها برضو هو واحد عندنا هو واحدة تصنيع برضو لو اي عندنا اي حد عايز يصنع اي حاجة جهاز شمسي بنقدر يجي عندنا ونقدر نديله الابتكارات ونديله الافكار الهندسية بحيث انه قدر يصنع جهاز طاقة شمسية باستخدام في توفير الطاقة طبعا نتيجة الموضوع البترول والبترول دوت قليل جدا في الوقتي سعره كمان زاد نتيجة الحروب والحاجات زي كده اتجهنا الى استخدام الطاقة الشمسية حتى كمان دلوقتي في العاصمة عندنا هنا بيحتموا ان احنا لازم يبقى اي سطح مبنى جديد لازم يبقى 50% منه طاقة شمسية يعني بيخصص منه 50% من مساحة اي مبنى جديد في العاصمة بيبقى لازم يستخدموه كطاقة شمسية فيه تسخين المية في استخدام الطاقة الكهربائية او كده حاجة الزامية دلوقتي بيلزموا كل ماء كل مستثمر ان هما دلوقتي يحطوا ماء من السطح كاستخدمات طاقة شمسية عشان يداروا بفرد طاقة فيه تعاون بين المركز كمان البحوث وجامعة الكاهرة وجامعة عين شمس وكل الجامعات الخارجية بحيث ان احنا نقدر نتعاون في الابحاث ولو في حد هنا عنده نفس النقطة اللي بيشتغل فيها هنا بيشتغل فيها هنا بنستثمر ونقدر نخش نكون في نقطة واحدة يعني طبعا بعد الابحاث اللي حصلت دي كلها نتيجة الابحاث دي كلها اتوقع السنة الجاية واللي بعديها اعتقد واللزامية بتاعة الحكومة دلوقتي ان هما بيلزموا الناس باستخدام الطاقة الشمسية في العاصمة والحاجات ديات هتبقى ان شاء الله مستقبلها كويس يعني السنين الجاية يعني زي ما احنا الزملاء اللي قبل يتكلموا ان احنا عندنا في الطاقة الشمسية تطبيقين مهمين جدا تطبيق الحراري هما اتكلموا عنه سواء التكفيف الشمسي او التسخين باستخدام الطاقة الشمسية التطبيق التاني اللي لا يقل اهمية وفعلا مصر متجهة اتجاه جامد جدا جدا فيه هو التطبيقات الكهربية للطاقة الشمسية يعني ايه زي ما احنا شايفين كده ورانا دي خلاة الشمسية الخلاة الشمسية دي بتعمل ايه بتاخد الطاقة الشمسية وتحولها لكهرباء وما احوج العالم كله للكهرباء واحنا فعلا محتاجين حاجة بديلة لنا تبقى من مصدر نظيف ومتجدد نستخدمه لانتاج الكهرباء لان معظم الناس او العالم كله معتمد اعتماد كل في حياته على الكهرباء فطبعا عندنا نظامين نظام اللي هو ان انا ممكن اخد الكهرباء دي ورميها على الشبكة دي اسمها الانجريد دي اهميتها ايه او الناس بيستخدمها في ايه دي لو انا عايزة اعمل نظام في بيتي اللي انا اخد على طول اجيب خلاة الشمسية وركبها كسيستم كبير وبعد كده ابدأ انا احط على الشبكة اقدر ابيع كهرباء من عندي للحكومة يعني انا كده اقدر اوفر جدا جدا في قيمة الاستهلاك بتاعتي والفاتورة احنا عارفين طبعا الدنيا دي الوقت في الكهرباء بتي اما انا اعمل نظام دوا يبقى نظام كويس جدا جدا ده بيتطلب مني ايه طلب مني خلاة الشمسية وحاجة اعداد بيقسلي اللي انا باخده واللي انا بقربيني للحكومة قد ايه وبيقدر تحسبني الحكومة على سعر الكهرباء وده طبعا مشكلته ايه دلوقتي هو لازم بس الحكومة تحطيلي سيستم امشي عليه النظام التاني والنظام اللي هو الوف جريد النظام الوف جريد ده بقى لو انا مثلا في قرية نائية او في اماكن بعيدة ما عندها مش تماما مصادر الكهرباء طبعا هو النوع التاني ده مكلف شوية لكن هو بيعتمد على ايه برضو نفس النظام عندي خلايا شمسية يبقى عندي بطاريات عشان ايه البطاريات دي عشان الوقت اللي مش ظهره فيه الشمس اقدر اخزم فيه الطاقة واقدر اخودها بعد كده في الاوقات اللي ما بيتطلعش فيها الشمس او الاوقات الظهور الاوقات البالليل لان البالليل طبعا ما عنديش شمس ما عنديش اي حاجة فلازم اكون مخزينة الطاقة اعشارو قادر استخدمها تاني طبعا النظام اللي احنا بقول عليه ل Umm je red جدا جدا في حتة برضو بعيدة جدا بمعندهمش اي مصادر للكهربا بنروي بيها النظام دون نظام فعال لو فعلا الاماكن بعيدة وبتقدر فعلا انتبديني بالكهربا. احنا طبعا عارفين ان اكبر محطة طاقشة مسايا دلوقتي عندنا في العالم كله. العالم كله بيتكلم عنها ان هي محطة طاقشة مسايا في بنبان في اسوان. ودي محطة قدرتها الفين ميجاواط كبيرة جدا جدا ما حصلتش في العالم كله. الناس دون ده عشان يولد كهربا. التوريد الكهربا منها هتبقى ما تعادل اكتر من تسعين في المية من انتاج السد العالي. وطبعا ده احنا محتاجينه جدا جدا في الوقت الحالي. فمستقبل مصر في الطاقة الشمسية مستقبل اللي احنا شايفين مستقبل كبير جدا. اعتمادنا على الخلاس الشمسية اعتماد كويس جدا جدا. عشان ده هيوفر لنا حاجات. اولا مصدر نظيف للطاقة. مش هنضر البيئة بالسي او 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 سات اه ساني اوكسيد الكربون. اللي هي فعلا ملوسة للبيئة. اه تاني حاجة احنا الخامسة وعشرين سنة. يعني انا بافضل اه اه بجيب التكلفة للسيستم اللي انا عامله في خلال من ست لسبع سنوات. بايدي السنوات انا مااخد كهربا ببلاش. ما بتفعش اي حاجة. فطبعا ده الاتجاه والدولة فعلا احنا بنشكرها لنام ايدة لاتجاه ده دلوقتي. اه 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 ناس كتير جدا بيتمتجهاله. اه اه القسم عندنا بيقدم استشارات في في مجال اه الطاقة شمسية خاصة عندنا ده كثرة متخصصين بيروحوا اماكن بعيد جدا واخدنا مشاريع كتير جدا. احنا بنقدم خدمات للمناطن النائية. ان احنا بنعمل لهم انظمة تشغلهم بالطاقة الشمسية. عندنا اه مشروع كان اه اه في شلاتين. اه كان اه الناس اللي هي بتصطاد الصيادين بيروحوا لرحلات اه قصيرة من سبع لعشر ايام طبعا التلجي بيسيح من عندهم. اه كان بيلقوا مشكلة جمدة جدا في تخزين السمك. اه القسم مشكورا اه بالمساعدة الاكتبات البحث العلمي ووفرت اه دعم للصيادين دول اللي احنا نعمل لهم تلاجة اه اه بالطاقة الشمسية بحيس ان احنا نتلجي فيها طبعا تاخد المصدر الكهرباء من من الخلايا الشمسية وادروا ان فعلا هم يعملوها ومحافظة البحر الاحمر اشاد بالمشروع ده فعلا جدا. وكان عنده وناس كتير جدا قدمت على المشروع دوان لان فعلا كان مشروع ممتاز. اه بجانب طبعا اه شغلنا اه في ناس هناك ساكنين. ابدأ نعمل لهم نمدوهم بالكهرباء عن طريق خلايا شمسية اه وركبنا لهم الانظمة دي كلها وسبنا لهم انظمة وانظمة بقالها سنين شغالة وناس بتشهر جدا اه 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 مجهود البحث العلمي في 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 الوضع دوان. اه اه واحنا فعلا بنشكر لاتجاهات الدولة اه ان هي فعلا بتايدنا وبتوفر لنا الدعم في في المجال. احنا بس اهم شيء ان الناس تبقى اه عندها اه وعي باهمية الطاقة الشمسية. فاحنا اه اه ده اه الدولة مشكورا زي دور الاعلام دلوقتي احنا بي 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 بيجولنا اه بحيس احنا نتكلم مع الناس نوعيهم باهمية الطاقة الشمسية اه لو فيه مشاكل ازاي نقدر نحلها لهم ده ده مهم جدا جدا. تاني حاجة الدولة دلوقتي بتقدم دعم اه اقتراض من من البنوك قرد من البنك بحيس ان هي توفر لهم اللي عايز حد ينشئ نظام آآ طاقة شمسية عنده او نظام شمسي بحيس ان هو مثلا يشغل بيت بتبقى طبعا احمال مش كبيرة آآ بحيس ان هي تساعد الناس هي تتجه اتجاهات حديثة ان احنا ازاي نستخدم الكهربا عندنا في البيت ونولدها آآ طبعا النظام في الاول بي بيبقى مكلف عشان كده الحكومة آآ مشكورة بتقدم دعم في الاول ان هي بتديك قرد يتسدد على آآ 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 فترات طويلة آآ مع احد الشركات فطبعا الناس لسه عندهاش خبرة في الموضوع ده فده دور الاعلام برضو ودورنا اللي احنا نوجه الناس الناس تبدأ فعلا تطبق النظام رغم ان هو مكلف في الاول لكن هجيب تكلفته خلال ست سبع سين وبقيت السنين كلها لعشرين خمسة وعشرين سانة بدفع ما بدفعش حاجة كله حاجة آآ التاقة الشمسية طبعا يعني احنا مهمة جدا احنا ننشر آآ واعي استخدام الطاقة الشمسية في مصر في جميع المجالات وفي جميع الاستخدامات سواء بتاعت تسخين آآ كتسخين الم ايا مثلا في البيوت او المجالات الكهربية زي استخدام آآ الخلايا الشمسية للحصول على الكهرباء في آآ تشغيل آآ او آآ عمدة الانهرة في الشوارع او اشارات المرور وهاك كذا فمن المهمة جدا ونشر الوعي آآ في مصر وا؞ن ان احنا وصلنا مرحلة من الوعي بدرجة كافية ولكن محتاجين أكتر من منظمات المجتمع المدني وغيرها من نشر الثقافة نشر ثقافة الطاقة المتجددة والاستدامة والاستدامة ونشوف استخدامات بديلة عن الوقود الإحفوري والوقود التقليدي علشان نقلل من التلوث والإمبعاثات الحرارية وده طبعا يعني يعتبر هدف من الأهداف اللي عشانها فيه مؤتمر كبير جدا يتعمل في مصر قريب كوب 27 عن تغير المناخي وده طبعا يعني مشكلة تقريبا بتواجه العالم كله فأحنا لازم نكون يعني الدولة المصرية من مشاركة بشكل ما في الحركة وكذلك برضو في حاجة 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 حابة أتكلم فيها وهي أنواع المركزات الشمسية والمدى أو الرينج بتاع درجات الحرارة بتاعت استخداماتها فممكن نبتدي أولا بأن عندنا حاجة اسمها البرابوليك تراف كوليكتورز أولا المركزات الشمسية هي عبارة عن مرايات المرايات دي مرايات عكسة لأشعة الشمس بيتم تركزها على نقطة أو على خط لرفع درجة الحرارة وبنستخدم التسخين وبنستخدم الحرارة دي في عملية التسخين سواء تسخين مية أو تسخين زيت أو أي من هذه التطبيقات سواء مهما كانت تطبيقاتها فمثلا عندنا في البداية بارابوليك تراف كوليكتور أو القطع المكافئ أو المركز القطع المكافئ وبستخدم مرايات لها كيرفيتشر معين الكيرفيتشر ده بيركز أشعة الشمس فيه خط الخط ده بتبقى فيها تيوب تيوب يماشي فيها مية أو زيت وتوصل درجات الحرارة فيه من 200 إلى 400 درجة مقاوي فيه أيضا تطبيق اسمه تطبيق عواكتية دي تقريبا برضو بتبقى نفس رينج درجات الحرارة وبتركز أشعة الشمس فيه خط بيبقى عبارة عن تيوب ماشي فيه لكود معين أو هي ترانسفير فليود بنرفع درجة حرارة وبنستخدمه في عدة تطبيقات حرارية مختلفة في الاندستيريال سيكتور أو في المجال الصناعي أيضا من المجالات أو بتاعت المركزات الشمسية اللي درجاتها درجة حراريتها بتبقى مرتفعة جدا هي السولر تاور باور أو اللي بنقدر نقول عليها المركزات اللي بتستخدم عن طريق المركزات عن طريق التاور دي بيكون درجة حرارة بتبقى عن طريق من يعني فرنج من 1000 إلى 1500 درجة مقاوية ودي بتستخدم في التطبيقات اللي بتحتاج درجة حرارة عالية جدا سواء صهر الحديد أو غيره من التطبيقات آخر حاجة فيه تطبيق برضو معروف جدا هو تطبيق اسمه البرابوليك أو اسمه الديش الديش كوليكتور أو الديش كونسنتريتور وده بيبقى عبارة عن ديش بتركز أشعة الشمس في نقطة بتبقى درجة حرارة برضو أيضا درجة حرارة مرتفعة دي من التطبيقات ذات الدرجة حرارة المدان اللي أيضا بيستخدموها فيه انتاج البخار ومنسمى انتاج الكهربة وتوليد الكهربة للمحطات اللي هي محطات طاقة الشمسية الحرارية ترجمة نانسي قنقر